ودع فريق الكويت منافسات كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه الوحدات الأردني بحدف لمثله في ختام منافسات المجموعة الثانية ويستضيف الممثل الثاني للكرة الكويتية فريق العربي في السابعة من مساء اليوم نظيره النجم اللبناني في المباراة الأخيرة للفريقين ضمن منافسات المجموعة الثالثة في لقاء تحصيل حاصل بعد أن تلاشت حضوضهما في استكمال المشوار ويحتل العربي المركز الثالث في المجموعة برصيد خمسة نقاط متقدما بفارق أربع نقاط عن النجم صاحب المركز الأخير فيما يتصدر الرفاع البحريني المجموعة بثلاثة عشر نقطة ومن ثم يأتي الزوراء العراقي ثانيا بثماني نقاط